نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من تقرير صادر عن أحد المؤسسات الدولية يزعم تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد وبالتواصل مع وزارة التموين نفت الوزارة تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد وأن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة وشددت الوزارة على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لمورد الأقماح خلال المدة المتفق عليها في بنود التعاقد دون أي تأخر أو جدولة مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية